الحمد لله رب العالمين والصرات والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم محددات الطلب Determinance of Demand طبعا هذا درس في الاقتصاد الجزئي أرجو أن يكون فيه الفائد العظمى لكافة أحبتنا الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمي حيثما كان وعلى بركة الله نبدأ محددات طلب Determinance of Demand بكرنا في مقطع سابق عن الطلب والعرض Demand Supply وتفاعل قوى الطلب والعرض وتوازن السوق Market Equilibrium لسلعة ما بأن الكمية المطلوبة Quantity Demanded والكمية المعروضة Quantity Supply من السلعة لا تتأثر إلا بسعر السلعة حسب قانون الطلب Low Demand ترتفع الكمية المطلوبة من السلعة إذا انخفض سعرها وتنخفض الكمية المطلوبة من السلعة إذا ارتفع سعرها ما يعني بأن العلاقة عكسية بين الكمية المطلوبة وسعر السلعة حسب قانون العرض Low of Supply ترتفع الكمية المعروضة من السلعة إذا ارتفع سعرها وتنخفض الكمية المعروضة إذا انخفض سعرها ما يعني بأن العلاقة طردي بين الكمية المعروضة وسعر السلعة قرون الطلب لا تتغير الكمية المطلوبة من السلعة إلا إذا تغير سعرها نبين ذلك بواسطة الرسم البياني أو التوضيح البياني على المحول الأفق الكمية المطلوبة على المحول العمودي سعر السلعة الآن demand curve أو منحنة طلب اللي هو d بهذا الموقع d sub x السلعة طبعا نتحدث عنها x لأن هنا عندي q of x كمية من x وعندي سعر السلعة x وهنا منحنة طلب d للسلعة x فعند السعر p1 على سبيل المثال نشتق أو منحنة الطلب النقطة a على سبيل المثال هنا ما يعني الآن نقطة a تذكى ومن زوج المرتب p1 وq1 أي معنى آخر أفقيا الكمية واحد والسعر عموديا عن p1 الآن لنفترض بأن السعر الخضر من p1 إلى p2 ما يعني بأن الآن النقطة التي ستشكل من الزوج المرتب من الكمية والسعر ستكون على منحنة طلب اللي هي نقطة b على سبيل المثال هنا فعند الآن زالت الكمية المطلوبة من q1 إلى q2 وبالتالي الآن من q1 إلى q2 عندما الخضر السعر من p1 إلى p2 ما يعني الآن انتقلنا من النقطة a إلى b على نفس منحنة طلب الثابت هنا وبالتالي التحرك على طول منحنة هذه تغير في الكمية المطلوبة من x نتيجة لاختلاف أو تغير السعر هنا انخفاض السعر أدى إلى زيارة الكمية المطلوبة حتى القانون المطلب نكمل قانون العرض لا تتغير الكمية المعروضة من السلعة إلا إذا تغير سعرها الآن التمثيل البيانة عن محور الأفق بقيت الكميات المعروضة عفوا وهنا على المحور العمودي أسعار الكميات المعروضة وهذا منحنة العرض عندي s sub x وبالتالي الآن عندما كان سعر السلعة P1 P1 الآن يتفاعل مع الكمية المعروضة وتنتج الآن النقطة A A تتكون من الزوج المرتب الآن P1 أعطى Q1 على المحور الأفقي وP1 على المحور العمودي هذه النقطة الآن تتكون من الزوج المرتب Q1 أفقيا وP1 عموديا إذا ارتفع السعر من P1 إلى مثلا P2 الآن P2 ترتب عليها زيارة الكمية المعروضة من Q1 إلى كمية أخرى خلنا دعنا نسميها Q لكن نشعت الآن النقطة B تتكون من الزوج المرتب P2 عموديا وQ2 أفقيا أو إذا منقرأها حسب العرف الرياضياتي أفقيا ثم عموديا أفقيا Q2 وP2 وبالتالي الآن تحركنا من A إلى B على طول منحن العرض أي معنى آخر التحرك على طول المنحنة هذه تغير في الكمية المعروضة نتيجة لتغير السعر هنا في حالة ارتفاع السعر من P1 إلى P2 زادت الكمية المعروضة من Q1 إلى Q2 توازن الطلب والعرض الآن على المحور الأفق الكميات المطلوبة والمعروضة على المحور العمودي أسعار الكميات المطلوبة والمعروضة عندي هنا منحنة الطلب على السلعة وعندي هنا منحنة العرض وبالتالي التفاعل أدى إلى تكون زوج المرتب وفقير عمودي هذه نقطة التوازن كما نسميها فالسعر التوازن بيكون بالحال لهاية P1 هنا والكمية التوازن P-STAR هنا وQ-STAR هنا وهنا الكميات المطلوبة تساوي الكميات المعروضة عن نقطة التوازن أي سعر أعلى من التوازن سيؤدي إلى فائض وأي سعر أقل من سعر التوازن سيؤدي إلى نشو عجز في السلعة الآن محددات الطلب يتغير الطلب الآن لا نتحدث عن تغير في الكمية المطلوبة الآن نتحدث عن التغير في الطلب أو change in demand يتغير الطلب إذا تغيرت محدداته هناك خمسة محددات للطلب على سلعة ما على المنح والآتي أولا أسعار السلعة البديلة substitute goods والمتممة complementary goods ثانيا دخل المستهلك consumers income ثالثا عدد المستهلكين للسكان number of consumers أو population لأن زيارة السكان تؤدي إلى زيارة المستهلكين بشكل مباشر ورابعا توقعات المستهلكين عن كميات الأسعار كميات السلعة المعنية بالأمر وأسعار السلعة المعنية بالأمر خامسا وأخيرا أذواق المستهلكين consumer stays أو أذواق المستهلك الآن ندخل بكل واحد من هذه المحددات لوحده أثر أسعار السلعة البديلة substitute good إذا كانت X و Y سلعتان بديلتين لاحظها إذا كانت X و Y سلعتان بديلتين فإن ارتفاع سعر Y يؤدي إلى زيارة الطلب على السلعة X ارتفاع سعر Y كسلعة بديل الآن Y بديل عن X أو X بديل عن Y فارتفاع سعر Y لاحظوا على المحور العمودي الآن سعر Y price of Y هنا سنطلب X لكن السعر على المحور العمودي هو سعر Y فارتفاع سعر Y يؤدي إلى زيارة الطلب على السلعة X وعلى سمثال ارتفعت أسعار لحم الضأن المحلي لحم الخروف البلدي ما أدى إلى ارتفاع الطلب على لحم الضأن المستورد لأنه ارتفعت الأسعار بما أنه الآن نفترض بأن لحم الضأن المحلي بديل عن المستورد أو المستورد البديل عن الضأن المحلي فإن ارتفاع سعر إحدى هاتين السلعتين يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلعة الأخرى هنا يمكن تمثيل ذلك على شكل إزاحة تامة في مرحة الطلب إلى اليمين لأنها ارتفعت أسعار لحم الضأن المحلي وبالتالي أدى إلى ارتفاع الطلب على لحم الضأن المستورد فهذا الآن هو اتطلب على لحم المستورد الآن أدى ارتفاع سعر X عفوا Y إلى ارتفاع سعر اتطلب على X لأنها الآن هي السعر المستوردة وبالتالي انتقلنا السعر البقي عند مستوى P1 وقبل الارتفاع كانت Q1 هي الكمية المطلوبة من X أما الآن بعد ارتفاع سعر Y أدى ذلك إلى الآن زيارة الطلب على اللحم المستورد وما يعني الآن يمكن تمثيله على شكل إزاحة إلى اليمين من A إلى B على سلم المثال وبالتالي زاد الطلب من Q1 إلى Q2 إلى Q2 نتيجة للآن لأن السلعتين X Y بديلتان نكمل هنا هنا وعلى سلم التالي ارتفعت أسعار الوقود وقود السيارات ما أدى إلى انخبار الطلب على السيارات لأن الوقود متم للسيارات يمكن تمثيل ذلك على شكل إزاحة تام في منحنة الطلب إلى اليسار الآن هذا سعر الوقود ارتفع كما ذكرنا هنا الطلب على السيارات وبالتالي الإزاحة إلى اليسار انتقلنا من منحنة الطلب DX1 إلى DX2 وبالتالي الآن نقطة الالتقاء هنا B يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب من Q1 إلى Q2 حسب الرسم البياني معبقى أسعار السيارات عند المستهى لاته P1 على سم المثال يؤدي ارتفاع سعر X إلى انخفاض الكمين المطلوب منها وانخفاض الطلب على السلعة Y لأنهما متممتان ارتفاع السعر لX يؤدي إلى انخفاض الكمين المطلوب نعم لكن ينخذ الطلب على السلعة Y وليس الكمين المطلوب من Y الطلب على Y لأنه متم متان أما انخفار سعر X فإنه يؤدي إلى ارتفاع الكمية المطلوبة منها وزيارة الطلب على السلع Y لأنه متم متان نكمل الآن أثر دخل المستهلك إذا كانت X سلعة عادية فإن ارتفاع سعر المستهلك يؤدي إلى زيارة الطلب على السلعة X وعلى سمية ارتفع دخل المستهلك بمقدار كاف ما أدى إلى ارتفاع الطلب على تذاكر السفر إلى أوروبا لماذا؟ باعتبار أن السفر سلعة عادية ممتازة مطلوبة من قبل معظم الناس يمكن تمثيل ذلك على شكل إزاحة تامة في منحنة الطلب إلى اليمين ويؤدي ارتفاع دخل المستهلك إلى انخفار الطلب طبعا على السلعة الرديئة ويمكن تمثيل ذلك على شكل إزاحة تامة في منحنة الطلب اليسار. الآن نأخذ حالة أنه السلعة عادية أو ممتازة. الآن ارتفع دخل المستهلك أدى ذلك إلى إزاحة تامك ومنحنا الطلب من DX1 إلى DX2 وبالتالي الآن نقطة التقاطع هنا مقابل P1 هي B وبالتالي الآن الإزاحة إلى اليمين فأدى ذلك إلى زيادة الطلب من Q1 إلى Q2 أما في حالة أن الساعة هي رديئة وارتفع دخل المستهلك أو ارتفع دخل المستهلك أو ارتفع ولأن السلعة رديئة وبالتالي يؤدي ارتفاع دخل المستهلك إلى ارتفاع الطلب على السلعة العادية X وانخبار الطلب على السلعة الرديئة Y الآن ما يحدث نتيجة الارتفاع دخل المستهلك وكون السلعة رديئة يؤدي ذلك إلى إزاحة تامك ومنحنا الطلب من DX1 إلى DX3 ونقطة التقاطع الجديدة هي هنا C وبالتالي الآن الطلب الخضب من Q1 إلى Q3 الآن هنا هذه سلعة عادية وهذه سلعة رديئة نكمل أثر عدد المستهلكين السكان number of consumers and population هذا المحدد واضح التأثير مفاده بأن عدد المستهلكين أي السكان يؤدي دائما إلى زيارة الطلب على السلعة العادية وسلعة الرديئة لماذا؟ فعنده زيارة عدد أصحاب الدخل المرتفع يرتفع الطلب على السلعة العادية والممتازة وعندما يرتفع عدد المستهلكين الفقراء فإن الطلب على السلعة الرديئة يرتفع ولا نتوقع في الأمد القصير الخفار على السكان المحدد قبل الأخير أثر توقعات المستهلكين عن الأسعار والكمية expectations of consumers about quantities and prices إذا توقع المستهلكون ارتفاعا بالأسعار المستقبلي للسلعة تحت الدراسة فإن الطلب لاحظوا الآن أنا أتوقع ارتفاع سعر السلعة الفلانية في المستقبل فإن الطلب عليها في الوقت الراهن يرتفع بدي أستغل كي يستغل المستهلكون انخفاض السعر الحالي وإذا توقعوا انخفاض أسعارها في المستقبل فإن الطلب عليها في الوقت الراهن ينخفض شيء منطقي أي أنهم يؤجلوا إشباع رغباتهم من راهنة كي يتوقعوا كي يستفيدوا من خفاض أسعار المستقبلية في حالة الآن توقعت عن الكميات إذا توقع المستهلكون ارتفاع عرض السلعة إلى حد كاف في المستقبل فإن الطلب عليها في الوقت الراهن ينخفض لأنهم يتوقعوا انخفاض سعرها وإذا توقعوا انخفاض عرض السلعة إلى حد كافي في المستقبل فإن الطلب عليها في الوقت الراهن يرتفع أرجو من الطلب والمتابعين أن يعليلوا هذه الحالة كي يمرنوا يتمرنوا يمرنوا أذهانهم على التحليل آخر الآن محدد له أثر أذواق المستهلكين كونسيومر ستيس يتأثر الطلب على أي سلعة بأذواق المستهلكين أي بتغير عاداتهم وأنماط الاستهلاك عندهم وهذا الأثر يتراقى مع الزمن فمثلا عندنا في الأردن انخفض الطلب بشكل كبير على سلعة الجميل وهو اللبن المجفف لأن الناس محليا غيروا من أذواقهم بالاعتماد على الثلاجات أو أن كمية عرض الجميل انخفضت بسبب انخفاض عدد المنتجين ما أدى إلى إقلاع قطاع كبير من الناس عن استهلاك السلعة المطلوب من الطالب والباحث المتابع إذا أحب البحث في الطلب على الدشداش المحلي اللي هو اللباس المحلي العربي هل بقي الطلب على هذه السلعة كما كان قبل ستين أو سبعين سنة أدخل الآن متغير أدواق الناس على حالة التحليل هذا وستكتشف بنفسك ما هي النتيجة أضعان الآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرجو إن شاء الله أن نلتقي في مقطع قادم قريب وإلى لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته